ازايكم يا جماعة واهلا بكم في فيديو جديد قدامنا شهر واحد بس ويتم اطلاق الايفون 16 بشكل رسمي للمستخدمين ففي الفترة اللي جاية هيظهر اخبار كتير عن الاجهزة اللي هيتم اطلاقها وانا هحاول انقلهلكوا باستمرار وبالفعل ظهر اخبار جديدة عن الموبايل ففي الفيديو ده خلينا نعرفها بس كالعادة وقبل من نبدأ الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب يلا بينا المسارب التقني الموصوك سوني ديكسون نشر صور حقيقة للالوان اللي هيجي بيها الايفون 16 برو والايفون 16 برو ماكس وكمان نشر صور للآيفون العادي والآيفون البلس بالنسبة للآيفون 16 برو والآيفون 16 برو ماكس فهم هيجوا بتلات الوان اساسية لون ابيض ولون اسود ولون برونز لو لاحظت هتلاقي ان الالوان السنادي الوان طبعية يعني مثلا اللون الاسود هيكون اغمى لون اسود قبل عملته في الآيفونات البرو واللون الأبيض أفتح لون أبيض قبل عملته وهكذا واللون البرونز ده لون جديد تماماً وغالباً ده أكتر نسخة هتتباع من الآيفون في لون كمان متوقع أنه هو يجي بجنب الألوان دي وهو لون التايتانيوم الغامق وهو نفس لون التايتانيوم الحالي ولكن هيكون بدرجة أغمق الفكرة هنا أن كان فيه تسريبات بتقول أن قبل هتغير الفريم بتاع التايتانيوم أو الفينش بتاع التايتانيوم الموجود في الآيفونات البرو يعني المفروض أن فريم الموبايل هيكون بيلمع أكتر من دلوقتي عشان كده قبل هتخلي الألوان بتاعت الآيفون ما فيهاش لعب كتير وبسيطة قدر المستطاع وزي ما احنا شايفين التصميم من الظهر ما فيهوش تغيرات كتير غالباً نفس شكل الآيفون 15 برو الحالي بالنسبة للآيفون 16 العادي والآيفون 16 بلس فهم هيجوا بخمس ألوان وغالباً دي هتكون الألوان اللي هما الأبيض والأسود والأزرق ولونين جداد لون أخدر بدرغة جديدة أول مرة نشوفها ولون ورد فاتح موجه أكيد للسيدات قلولي برضو في الكومنتات إيه رأيكم في الألوان دي وإيه أكتر لون عجبكم بالنسبة لي أنا أكتر لون عجبني هو اللون الأسود اللي في الآيفونات البرو الخبر التاني لمعانا النهاردة بخصوص بطارية الآيفون كنا قلنا قبل كده أن كل البطاريات في الآيفون 16 سواء كان الآيفونات البرو أو الآيفونات اللي مش برو كلها هتزيد إلا الآيفون 16 بلس ظهر خبر تاني بيأكد الكلام ده ولكن بيضيف معلومة مهمة جداً وهي أن بطارية الآيفون الصغير هتكون أكتر بطارية يحصل لها زيادة في الآيفونات كلها حجم البطارية في الآيفون 15 برو كان بيجي بحجم 3274 ميلي أمبير أما في الآيفون 16 برو البطارية هتيجي بحجم 3577 ميلي أمبير ودي زيادة حوالي 9.4% عن الإصدار السابق ودي أكيد حاجة مرحب بها جداً خصوصاً أن الموبايل ده هيكون تقريباً أكتر موبايل مناسب لكل الناس الموبايل حجمه هيكون أكبر من البرو الموجود حالياً لأنه هيجي بحجم 6.3 أنش وكمان حوافه هتكون أقل برضو من الآيفون الموجود حالياً وطبعاً بطاريته زي ما قلنا هتكون أكبر وما فيهوش تنازلات في الكاميرا مقارنة بالآيفون الماكس زي ما حصل السنة دي فالموبايل ده تقريباً هيكون أكتر موبايل مناسب لكل الناس حتى الناس اللي ما بتحبش الموبايل البرو عشان صغير فهو حجمه هيكون أكبر حاجة بسيطة فهو هيكون مناسب لكتير من الناس كمان الأجهزة الجديدة دي هتيجي من نوع بطاريات جديدة اسمه Stacked Battery والنوع ده من البطاريات بيحسن العمر الافتراضي بتاع البطارية يعني صحة البطارية هتفضل على حالتها أطول فترة ممكنة الخبر اللي ظهر بعد كده هو خبر بخصوص زر الالتقاط أو الكابشر بطن اللي هيكون موجود في الآيفونات الجديدة للي مش عارف فقبل هتضيف زرار جديد الزرار ده هيكون مخصص لتصوير فقط واسمه Capture Button أو زر الالتقاط مكان الزرار ده هيكون تحت زرار الباور وهيكون موجود في كل الآيفونات سواء كانت عادية أو آيفونات برو التسريبات الجديدة بقى بتقول أن الزرار ده مش هيكون زرار حقيقي وهيكون زرار Capacitive يعني مجرد سنسور بيحس في ضغطتك عليه نفس الزرار بتاع الهوم بطن الموجود في الآيفون 7 والآيفون 8 طيب ده هيكون مفيد في إيه تحديداً؟ هو هيكون مفيد أكيد في أكتر من سيناريو أماها طبعاً أن الزرار ده هتكون قادر تعمل إسوايب عليه يعني هيدعم الإسوايبس فبالتالي هتقدر تستخدم الإسوايبس دي فإنك مثلاً تعمل زوم إن وزوم أوت وانت بتصور والنوع ده من الزرار عمره الافتراضي بيكون أكبر من الزرار العادية فبالتالي الزرار ده هيكون مصنوع من الزجاج وكمان الزرار ده هيعتمد بشكل كامل على الفيبريشنز عشان يحسسك إنك دست عليه فعلياً والزرار ده كمان هيدعم كذا مستوى من الضغط يعني هو مش عبارة عن زرار بتدس عليه دوسة واحدة فبيعملك وظيفة معينة ولكن هو هيدعم كذا مستوى يعني لو دست عليه دوسة خفيفة الموبايل مثلاً هيزبط لك الفوكس ولو دست عليه دوسة أقوى الموبايل هيصور الآيفون 16 بشكل عام هيتم إطلاقه في شهر سبتمبر القادم يعني تقريباً كلها شهر وهيتم الإعلان عنه بشكل رسمي وكمان الموبايل ده غالباً هيجي بالنفس الأسعار الموجودة حالياً وللناس اللي بتسأل عن موعد صدور الـ iOS 18 بشكل رسمي للمستقدمين وإمتى هيقدروا يحملوه فعلياً على الآيفونات بتاعتهم بشكل رسمي مش النسخة البيتا ولكن النسخة الرسمية فغالباً النسخة دي هيتم إطلاقها بعد إصدار الآيفون 16 بأسبوع طيب إيه الأجهزة المتوقع إصدارها مع الآيفون 16 في مؤتمر سبتمبر المقبل في أربع أجهزة ممكن قبل تطلقهم مع الآيفون 16 منهم جهازين تقريباً هيكونوا مؤكدين إن قبل هتعلن عنهم في المؤتمر ده ومنهم جهازين ممكن يتم إطلاقهم في المؤتمر ده وممكن قبل تأجلهم في مؤتمر خاص بيهم ومن الأجهزة الأكيدة اللي هيتم إطلاقها في المؤتمر القادم هي طبعاً الأبل ووتش الجيل العاشر الساعة دي هتيجي بحجم أكبر ومميزات صحية جديدة هتكون مصيرة للإهتمام زي مثلاً إن الساعة دي هتقدر تقس لك ضغط الدم ونسبة السكر في الدم وكمان هتقدر تقس انقطاع النفس أثناء النوم والمرض ده تقريباً مرتبط بأمراض القلب والساعة دي قبل هتحتفل بيها بمرور عشر سنين على إطلاق أول ساعة أبل ووتش فهي أكيد منتظرة جداً لكل مستخدمي الأبل ووتش الحاليين والجهاز الثاني اللي بنسبة كبيرة جداً هيتامل إعلان عنه هو طبعاً سماعات الأيربودز ماكس الجيل الثاني السماعة دي قبل ما أعلنتش عن نسخة جديدة منها من ساعة الجيل الأول وغالباً طبعاً السماعة دي هتدعم اليو اس بي سي وهتيجي بتحسينات جديدة على الصوت ولكن مش من المرجح إن قبل تعمل تعديلات على تصميم السماعة نفسه ولكن طبعاً السماعة هتيجي بألوان جديدة عشان قبل تقدر تميزها عن الإصدار السابق أما عن الأجهزة اللي من المحتمل إن قبل تعلن عنها في المؤتمر ده فهي طبعاً أبرزها الأيباد ميني الجيل السابع الجهاز ده غالباً هيجي بنفس التصميم مع تطويرات داخلية زي إنه مثلاً هيجي مع معالج الأي سيفين تين برو أو حتى الأي اي تين برو وطبعاً هيدعم مميزات الذكاء الاصطناعي وتحسينات كتير على الشاشة والجهاز ده منتظر جداً خصوصاً إنه ما تحدث بقاله كذا سنة الأيباد ميني سيفين كمان هيجي بألوان جديدة والشاشة بتاعته غالباً هتكون شاشة ميني ال اي دي أما طبعاً عن الجهاز الرابع اللي هيتم إطلاقه فهو الأيباد العادي أو الأيباد الجيل الحداشر الجهاز ده برضو هيجي بنفس التصميم مش هيحصل عليه جر تحديثات داخلية بس في المعالج ولسه مش عارفين الحقيقة هل الجهاز ده هيدعم مميزات الذكاء الاصطناعي هو كمان ولا لا ولكن الجهاز ده أكيد هنشوفه السنة دي وبس كده يا جميع الحد هنا بيكون الفيديو بتاعنا انتهى يارب يكون عجبكم لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تقولولي رأيكم في الكوميتات وما تنسوش تقولولي ايه أكتر جهاز متحمسين لي في الأجهزة اللي ذكرناها النهاردة كمان ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وتشتركوا في القناة عشان نوصل لكم جديد الفيديوهات سلام